إنت لو دار تكون مؤمن عقيدتك تبقى في الله تمام لو سألوك عالبدي الجنة منه تقول الله إياك تبقى زي بعض الناس واحد تلقاه الزوج له سبعة سنة تقول الله ها ولدت ولا لسة ها والتلاتة دي بيقى والله الأمة دي إلا من رحم الله أم بيقلقوا بيك إنت إنت بتكون ثابت إجوك وجو للمرأة أها ما في شي شي شنو لا ما في حاجة إبجي باب القوة حاجة باب القوة نازكالة باطة ما بيش نسوي شنو ما باب القوة يا أمة نحن زول بتلقى مشلول عنده سبعة واحد تلقى بسوق اللوري بيد واحد شغال ونداك بنيا ما بتشهك ذاته وتلقى والاجان ما عنده شغال دي تقائلا شغال دي سيما يهب دي سيما يهب لله ملك السماوات والأرض ويتجوا والملك ده يخلق ما يشاء والجند من الخليق يهب لمن يشاء إناثا الله بيدي في ناز بيديهم بنات بس ويهب لمن يشاء الذكور في ناز بيديهم أولاد بس ذكورا أبناءا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا زول تلقى كافر وعنده تيمان واحد تلقاه بيصلي في الصفة الأول وجان ما عنده لأنه ما بالصلاح شغال ما بالصلاح أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء شنو عقيمة أسألكم بالله وأي زول الآن بيسمع عليه كلامنا سواء كان رجلا أو إمرأة زول الله سبحانه وتعالى كتب من فوق سبع سماوات إن الزول ده عقيم في زول في الأرض بيقدر يديه أسهلكم بالله فيه جو الصوفية والدراويش وانا هنا منكشف انت خليك زول جاهز وخليك زول شاد حيلك وما ترجف والله الذي إله إله غيره في ناس أو دعاة التوحيد أوون الله رفع ذكرون كلب ما شمع موحدين الله جابوا في سورة الكهف كلب ما بشر كامل كلب عديل جابوا قدام بيقعدة زاته عمك الكرب بيقعدة جابوا قالوا وكلبهم باسط ذراعيه شنو بالوسيد برقاعد لأنه لو دخل جوه الملائكة ما بتدخل جاعد برا ده بارة موحدين أنت تنصر موحدين ديل والله الله يرفعك وما تشتغل بالناس قللوني إذا أيتوا بتزعلوا مني في إنه الله واحد فلست على صحبتكم بحريص أنا ما حريص عليكم إذا أيتوا بتزعلوا لما نقول لكم الجنة بديوا الله وإذا تتألفوا في الجصايد يقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مسء تفل كم أدى طفل كباشي في كباشي بدي طفل يا ناس قبل يلدو الكباشي اللي كان بدي الجنة منه قبل يكون فيه شخصية في الأرض يسمى كباشي البدي الخلق ديل الأولاد منه نحن أخلى الليلة في بلد الأزان شغال فيه خمس أوكات خمس أوكات الأزان شغال أشهد أن لا إله إلا الله وإنه لما نجي نشرحها تتقفل قدامنا المساجد لما يقوموا ناس رجال يفتحوا بيوتهم بيت الله يمنعوك تدافع فيه عن الله سبحانه وتعالى عليك الله دي أمة ودارة تمشي لي قدام نحن للليلة مرحلة نمشى ماركا والصين وإسرائيل ووك وبريطانيا عشان ندعون دي مرحلة بعيدة نحن مناليم في ناسنا ليه أسي زول كبير تلقاه بيه زوجته الله رزقه يا أخي أده زوجة يسوق المرأة ليه فكي يقول الله الشيخة دي جنة دي جنة عنده مصنحه دي كيف جنة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد دي العباد يا أخي التعبد تمش لرب العباد ولا للعباد أزيك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم أزول الله يتحداه ده ما فيه خير والله الله قال لك أدعون وإجتهم صدقني أدعون ناديون فادعوهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أمثالكم فادعوهم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولذلك يا جماعة كلام واضح جدا جند والله يبدأ الله براه أنبيا عرف الحقيقة الله سبحانه وتعالى قال وزكريا في سورة الأنبياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فالأنبي ذيل ذاته بعرفه يدعو الله ما زينا نحن واحد تلقاه مستعجل تلقى رافع يده يا الله جنة بعد شهرين ما يجيوا جنة يقلق لي الله يا الله جنة سريع سريع يا الله جنة لا بيحمد الله لا بيثني على الله لا بينكسر لي الله لا بيتضر عليه لا كذا قال الله جنة شهرين ما في يقلق لما نمش للفكي لو لابس عمة يقلعه لابس نعلات يجدعه ويحبه وما يقعد مع الفكي في عنقريب واحد ليه وصله شنو انت قاعده فوق تلقاه الفكي عمره 40 سنة وعمق عمره 80 سنة يحبه في الوقت حسي ده الأدب ده الأدب وده الدين وما يجالسوا في محل واحد وتلقاه انكسر ليه لما انمر ثلاثة نساوين في شارع مدني دخل انجوه قبه واحد مشى نصحني تكلم قال واحد قاعدة بجنبه بعلمه فيها والتانية ساجده جنب القبر والتالتة بتقول ليه يا ابو يا الشيخ انا جيتك كم مرة وما حليت ليه مشكلته وده بحل المشكلة وده أستي في مشكلة كذلك اللي حلها جوه وده أستي بيسألوا فيه من ربك ودي بره شغاله ليه بيسألوا في جوه انت جوه حل مشكلتك أول شي انت جوه مصيرك وين العلم عند الله سبحانه وتعالى اي يا اخي نادو يقول لك ده بيدي وبسوي وبعمل وبفعل وده في كتب كلامنا ده أول عزول يقول ده نبز ولا اتهمت النازل أقروا الكتب يا أمة كتاب اسمه طبقات والضيف الله كتاب الطبقات قال واحد شيخ اسمه عووضة قال ده بيدي الجنة في حرف العين عووضة جات مرة قال عاقر قلت له ابو الشيخ ده رلي جنة شايل لها فطير وسورة البلبسوا عن النسوان وشايل لها دجاجة كد تلقى في الكتاب أدت للشيخ قلت له ده رلي جنة وانا كبيرة من القواعد من النساء وهذا راجلي عمك كبير برضو ده رلي جنة قال لين بالدارج ارقوداء في عنقريبي ده عمك كبير بترميه عنقريبي قال لون مشا أرقود في العنقريبي خلاص بيجي كون جنة ده انقريبي ولا شاين ده أصله انقريبي بتاع شنو يا أمة بتصدق كلام زي ده انقريبي دي جنة يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا ناس أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون في كلامه وضح من ده أفرأيتم ما تمنون وما بر ناس جاهل يقول لك الآيات دي في الأصنام ده كلام للبشر ما للأصنام أفرأيتم ات أفرأيتم ما تمنون تمنون دي بقول لأل الأصنام أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون في كلامه وضح من ده الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن البخلق جوى الرحم ده الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال في سورة العمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله جل وعلا قال في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك أنت الغرك شنو ما غرك بربك الكريم هنا ما قال العظيم ولا قال القوي ولا قال المهيمن قال الكريم وإنت محتاج وإنت ضعيف تامش للكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في حفص في الدور فعد لك عد لك في أي سورة ما شاء ركبك الله سبحانه وتعالى أشكذك ألف القرآن في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أشكذك ألف فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب في سورة الطارق أشكيه الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكرك في سورة المؤمنون قال وَلَقَدْ خَلَقْنَا من سلالة من طين ده آدم عليه السلام بعد ذاك باقي البشر ثم جعلناه نطفة الجعل نطفة ده الله ما الشيخ البد الجنة الله ما الشيخ يا أمة يا أمة البد الجنة الله سبحانه وتعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة نطفة موية لزجة الله من نطفة اخلق علقة علقة الدم الذي يتعلق في أعلى الرحم أو في آخره دم متجلط فخلقنا العلقة مضغة من دم طوال الله يبقه لحمة قال ابن عثيمين رحمه الله بقدر ما يمضغ يعني اتكدت قدر اللجمة قال فخلقنا المضغة عظاما من لحم شوف نطفة دم لحم عظم وتمشي تنسب الفضل لغير الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يا أخي الكون دا كل ما أخنع الخلق ينادوه براو يمشي ينادو ناس زي كأنفسهم يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى ويلجوون إليه بعد خلق اللحم عظام عظاما قال فكسونا العظام لحمة ها ناس يجيد بردان قلت لأخونا دا وين دا يشوف لي سيوتر والله يجيد بردان في البلد المهم لبست الشغلة دي إتا في بطن الأم بتبقى زي نظامي ذا كذي بقيت عظام العظام دي بجيبولها زي سيوتر لكن ما سيوتر بتعقماش تع لحم قال فكسونا العظام لحمة يعني دا عظام يجيبوله لحم زي ما بيكفلوا دب السستة باللحم ثم إنشأناه خلقا آخر تقعد تكابس جوه ما عارفي شي لا عندك جوه تلفون سأنت تتصل بالبرة أنا دا يركدي ولا عندك زهل جوه صاحب تتكلم معاه ولا تقدر تعمل أي شي في النهاية الطفل يكون نايم أمه تخدم صاحية تلقى تخدم في المدبخ واللوم نايم نص الليل الطفل جوه يكون صاحي يعني الأم الله قابد روحها والطفل أدى روحه الله يتوفى الأنفس حين موتها أنك جوه جوه موية ما قاعد تغرج الله يرزقك وتمرق للسوق وبعد دا كله تنسى الله سبحانه وتعالى تتعلق بمخلوق زيك والله يحفظك جوه يمرقوك بره ليه الأم تلبس الولد كمون ليه دا الحراسات بيحفظنه من العين والحفظه جوه منه الفي الضيقة حفظه في الوازعة ما بيحفظه تمشي يا أخي بره يعلقوا للكمون ويعلقوا للكمون ويعلقوا للكمون حرص في البلد والله الذي لا إلى غيره